العشوائيات والتجاوزات تغادر منطقة البتاويين بعد عملية أمنية واسعة نفذتها قطعات وزارة الداخلية المحال التجارية تعاود افتتاح أبوابها بشكل طبيعي والمواطنون يتحدثون عن استقرار أمني ووضع طبيعي بعد جهود استثنائية للقوات الأمنية للقضايا على جميع صور الجريمة التي كانت منتشرة في أحياء البتاويين مشكور القوات الأمنية المنطقة كلش سائرة حلوة ونظيفة ويعني كلش زينة قبل فترة ما كانت تقدر تمشي سيارات وعربانات وهذا ما كانت تقدر تمشي بيها فس شوف شوف النظافة كل الشوارع مفتوحة شو النظافة لأنها مشكور القوات الأمنية والعسكرية نشكر القوات الأمنية على آداء مالتهم وتغضيف المنطقة من التجاوزات والعصابات والشغلات تكون تعبان هنا بالمنطقة فالوضع مستقر حاليا والأجواء حلوة والمحلات فتحت والحمد لله والشكر محلاتنا فتها حاليا والوضع مستقر قيادة عمليات الرصافة أكدت استمرار القوات الأمنية في تأمين منطقة البتاويين وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة التجارية مشيرة إلى التعاون مع الوزارات الساندة لتقديم الخدمات إلى سكان هذه المنطقة وأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المطلوبين والمخالفين للقانون نشاط كبير جدا ولحد هذا اليوم العملية مستمرة وتم حقيقة القبض على مخالفين لشروط الإقامة وعلى إشخاص مطلوبين للقضاء العراقي وصل العدد لحد الآن بعد العملية أكثر من 250 شخص المجمل الملقى القبض عليهم خلال العملية ولحد الآن تعدى 800 شخص الحقيقة حاليا المنطقة تشهد انفتاح كبير تطور كبير المواطنين يشعرون بالراحة والأمان أصحاب المهن في هذه المنطقة بدأوا يعملون بشكل أفضل وتؤكد الجهات الخدمية بأنها ماضية بتوفير الخدمات الضرورية لشوارع البتاويين التي عانت في الفترة السابقة من إهمال بعد إزالة جميع التجاوزات عن الشوارع والساحات في هذه المنطقة من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية